أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أحد الصحابة الأعيان وأول للخلفاء الراشدين في الإسلام كان له العديد من الأقوال الملهمة والحكم القيمة إليك بعضا من أقواله المشهورة من اتبع الحق صار مؤتمنا ومن اتبع الباطل صار خائنا نقطة هذا القول يبرز أهمية اتباع الحق والصدق وأن الشخص الذي يتبع الحق سيكون موثوقا به ومؤمنا عليه من خاف عدل الله خاف كل شيء ومن لم يخفي عدل الله خاف كل شيء النقطة يعكس هذا القول أهمية العدل في الحياة وأن الشخص الذي يخشى عدل الله سيكون في حالة توازن وسلام ما ضر نملة وعلى الناس أن تكونوا أحياء النقطة يعبر هذا القول عن الرحمة والرقة في التعامل مع الكائنات الصغيرة وأنه على الإنسان أن يكون متعاطفا وحيا في تعامله مع الآخرين اقرأوا القرآن وتدبروه وعلموا أن أفضل الأعمال الصلاة وأن أفضل الزكاة الصدقة وأن أفضل الأيام يوم الجمعة نقطة يوجه هذا القول النصيحة للمسلمين بأهمية قراءة القرآن وتفكر في معانيه وأن الأعمال الصالحة مثل للصليعي والزكاة والصدقة تحظى بأهمية كبيرة في الإسلم هذه بعض الأقوال المأثورة لأبي بكر الصديق وهناك المزيد من الحكم والمواعظ التي يمكن استخلاصها من سيرته النبيلة وتعليمه الواردة في الإسلام ترجمة نانسي قنقر